قال نائب وزير الامن الاسرائيلي عضو الكنيسة افي دختار في مقابلة اذاعية ان رئيس الكنيسة يولي الديشتن يتصرف بشكل رسمي ويدرك قواعد اللعبة وتوجد وجهة نظر قانونية حتى اذا كان لا يوافق عليها فانه ينصع لها تاتي اقوال دختار دفاعا عن الديشتن الذي قرر عقد جلسة للهيئة العامة للكنيسة الاسبوع المقبل من اجل المصدقة على تشكيل لجنة الكنيسة وتركيبتها المخولة في بحث الطلب نتنياهو الحصانة البرلمانية بهدف ارجاء محاكمته في تهم فساد خطيرة هذا وهاجم رئيس كتة الليكوت في الكنيسة ميكي زوهار الديشتن قائلا انه اختار تقديس رأي المستشار القضائي للكنيسة وصفا ذلك بالخطأ الخطير فيما قال رئيس كتة كاحو اللافان في الكنيسة افي نيسا كورين ان رئيس الكنيسة نفذ واجبه بموجب القانون واجب على حزب الليكوت احترام القانون